الثاني عشر من شهر آب من كل عام يحتفل العالم بيوم الشباب العالمي ويحتفي بما قدمه أصحاب هذه الفئة العمرية من إنجازات دفعت عجلة تطور الأوطان إلى الأمام يمر هذا اليوم في الدول المتقدمة بتثمين دور الشباب في تنمية المجتمع والوطن وثمت أوطان أخرى يمر فيها هذا اليوم كمأتم يتذكر فيه الشباب السنوات التي مرت عليهم تحت وطأة الفقر والقهر السياسي والتخلف المؤسسات العراق مثلا لذبول زهرة الشباب على مدى خمسة عشر عاما بدأت بغزو أجنبي وأفضت إلى حكومات فاسدة استثمرت مقدرات الشباب في محرقة المصالح الحزبية وجعلتهم جسورا لعبورها نحو السلطة وتركتهم بعد ذلك أسر الفقر والبطالة التي تجاوزت تسعين في المئة بين الشباب الخريجين بحسب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار ثائر الفيلي شباب العراق هم جزء من أربعمائة مليون شاب يعيشون في مناطق النزاعات بالعالم ويعانون الحرمان والانتهاك والإقصاء على حد قول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش الذي طالب بمناسبة يوم الشباب العالمي بتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية واستثمار الطاقة الكامنة لهذه الفئة المهمة من الشعب في مجالات التنمية والرقي الحضاري المفارقة في هذا اليوم مروره في العراق وشبابه في ساحات الاعتصام وميادين التظاهرات مطالبين بأدنى مقومات الحياة لتقابلهم الحكومة وميليشياتها بالرصاص كهدية مقدمة سلفا ليوم الشباب العالمي يمر هذا اليوم وشباب العراق في المعتقلات أيضا وفي خيم النزوح وتلك تراجيديا أخرى تكملها صور جثث آلاف الشباب المدنيين المطمورة تحت ركام الموصل وشباب آخرون يواجهون أحكاما بالإعدام والغرابة أن ما بين الفقر والبطالة والاعتقال والإعدام تردد على طول العراق كلمات نشيد موطني التي تجسد الصورة المفترضة لعلاقة الشباب بالوطن